دي الفترة قلت سوف تتكلم احنا كنت الفترة القابل رسامة اه اعتنا انا اعت من سنة 64 لما اترسمت مارس 67 بس كان وقتي كتير اوي فيها وكنت كتير التردد علي في الوقت اللي هو فاض فيه اروح لبيت اععد معاه صار معاه لغاية الساعة 12 واحدة اتنين في الكنيسة في العربية يعني يعني زي اي اتنين حبايب بيكلموا في الامور المركزة يعني لما بيكون الهدف واضح ما بيبقاش فيه ضيعة فالهدف الكنيسة الحياة مع الله الانجيل ابونا يعني يعني ما ابتداش في الكهنوت يعني زي ما بيبتدوا هو ابتدى بكل حبه وطقته للمسيح ولكن كان بينمو كل يوم فكان بيزيد يعني يعني اللي يعرفه في السنين الاولى غير لما في السنين الاخيرة حتى هو كان كان في السنين الاولى يقول لي كنت يكتب نقط كده لما يجي وعص في ورقة صغيرة يمشيكها في ايده ويقعد يوصلها وكنا نضحك مع بعض يعني نقول له ايه المنافسته لبتا اما اما يعني في اواخر السنين كان زي زي حاجة بقى مليانة نضوك ومليانة صمر مليانة خير يوقف يفتح بقه بس يعني يعني نموه في الروح في معرفة المسيح في حبه لي في خبراته لي خبراته الخاصة فبقى يكلم من فيض من فيض بدون تكليف وال المعروف يعني ان الكلام والكلام سهل والوعظ كتير والمعرفة زادت قوي ولكن الكنتردكشن اللي بيحصل وال واللي بيحصل اللي بيشوفوه العامة من الناس ان اللي بيتكلمه الواحد يتكلم كلام عالي بمبادئ بتاع بتفسيرات بوعظ كلام عالي وبعدين اللي ما تروح للحياة الشخصية بتاعت الواحد يعني يعني بيحصل الهزة دي يقولك وده اللي بيتكلم كده بيعمل كده فتلاقي حياة الإنسان الخاصة في المعلمين اللي بيتكلمه والوعظ زي الكهنة حياتهم وتدبيرهم الشخصي مش على مستوى الكلام الكلام عالي وبعدين الحياة أضعف من الكلام في حياته ابونا بشوي كان الحياة أعلى من الكلام يعني ما تعيش معاه في بيته في وسط المعاملات العادية اللي هي بعيدة عن الخدمة الرسمية خدمة الأداس وخدمة الوعظ وخدمة المسألة الجنازة أو الحاجات الرسمية دي لما تعيش الحياة العامة تحس أن الحياة العامة بتاعته العادية اليومية الإنجيل فيها أعلى من الكلام اللي بيقول وألزي معاش يعني عملي إنجيل إنجيل حي حلو التماس العذر للناس ده يعني مبدأ حلو لو تعلمه في الوعظ لكن لما تشوفه أو تشوف تنازل الواحد بتنازل عن حقه أو يعني يحتمل مهنة أو شتيمة أو ضعفات ما أنا حكيت لك مرة يعني كان عندي معمودية بعد قد أس أولاني وبعد رحت أفتح المعمودية فتحت فجأة فلقيت واقف مع واحد كنت أعرفه الواحد ده يعني كان شوية عنده حالته النفسية مش مضبوطة أو كثير المشاكل وسمعته بيشتم أبونا شتايم شارع شتايم وحشة قوي فوسط المعمودية في الكنيزة والراجل كان يخفني فلما فتحت الباب تلبش وبعدين أبونا قال لي أهلا زيك أنت أي عندك معمودية تعمد مين متعارفه دوكني في الكلام فما دانيش فرصة أن أنا أسأل إيه في إيه أو بتقول إيه أو اللي سمعته مع أنه يعني في ودني وبقول في إيه فلان أنت أبونا قال لي ولا حاجة أحنا بنتكلف موضوع أبوحكي لك عليه بعدين واخده ومشي يسابني يا عمد وبعدين عرفت آآ التاني يوم أنا داخل الكنيسة لقيثة الراجل ده واقف يبكي قدام أيقونا فعرفت أن أبونا زاره بالليل عشان يطيب خطره هو المشتوم يعني ده جاتم ولكن راح طيب خطره وهدى في بيته فالأصد أبو إن حياته كانت أعلى من الكلام أعلى من الوعظ يعني زي ما أقولك أبونا كان يقرى كتير آآ يقرى أرى للأباء اللي ديسين أرى للأباء اللي بيكتبوا معصريين لكن ما كانش بيقلد كانش يقلد حتى ليه؟ لأنه كان ينبوع جواه فكان بيستزيد يفرح أو بحاجة حلوة يقرأ أو يسمح وينفعل بيها جدا ولكن لما لما ييجي يوعظ يوعظ حاجة ألخصة زي الشاب اللي يعني بالناس الأم مثلا اللي بتاكل طعام البالغين أم بتاكل الأكل العادي المسبك البتاعه ولما تيجي تدي الرضيع بتاعها بتدلوش الأكل هي بتتضموه وتديلو اللبن اللي يناسبوه فلما كان يقرأ حاجة ما كانش يقلد كان يدي من يبوعه من النعمة اللي فيه يعني يقرأ ويسمع لكن يدي من يبوعه حكتو اللي نبعه من أعماق نفسه يعني مش بياخد كتائشا من حد ولا هابوي ترجم كتاب صغير كدا اسمه الفلوكاليا شكرا